اشتركوا في القناة تحركات على المستوى الديموقراطي في مواجهة الكثير من الجمود السياسي الذي مرت به الكثير من الدول العربية قراءة دقيقة في ملف الانتخابات البحرينية مع حضرتكو في الحوار الأول في ظل مقاطعة المعارضة البحرينية لهذه الانتخابات بحجة أنها تمهد لنظام الحكم المطلق هذا الحوار الأول مع حضرتكو الحوار الثاني الحوار الثاني هنتكلم فيه عن مجموعة الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان في قضايا التخابر ودي طبعا اللي قدمتها النيابة وهنتكلم كمان فيها على الاتهامات الموجهة لمحمد علي بشر اللي تم طبعا القبض عليه وضبطه منذ أيام معدودة هو موجه إليه برضو نفس الاتهامات الخاصة بالتخابر مع دول أجنبية ضد مصالح مصر العليا هنبحث في هذه الاتهامات ومدى خطورتها والمنتظر من هذه المحاكمات في حوار آخر في منا القاهرة النهاردة بعد الفاصل هنرجع لكم جولة لأبرز الأحداث المصرية ترجمة نانسي قنقر اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام عندنا استعراض مع حضراتكم المجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام المصري بدايتنا السيسي وسيلفاكير يؤكدان أهمية تكثيف العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كفة حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مساء اليوم مع رئيس جنوب السودان سيلفاكير بمقر رئاسة الجمهورية بنصر الجديدة وقال وزير الخارجية المصرية سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيري الجنوب السوداني برنابا بنجامين عقب مباحثات الرئيسين السيسي وسيلفاكير أنه تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية تكثيف العلاقات الثنائية في كفة المجالات من الصحة والزراعة والتعليم وغيرها وكذا التنصيق بين وزيري الخارجية للارتقاء بالتعاون وبناء القدرات للأقوى في جنوب السودان وأضاف شكري أن مصر تثمن كثيرا زيارة جنوب السودان لمصر لأن العلاقات بين البلدين ليست قائمة على المصالح بل هي علاقات وطيضة بين البلدين والشعبين معربا عن تطلوعه لمزيد من التواصل بين البلدين لفت شكري أنه سيزور جوبا في القريب كما وجه سيل فاكر الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة جنوب السودان للمزيد من المتابعة مشاهدين الكرام حول زيارة رئيس جنوب السودان للقاهرة بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور ماهر شعبان أستاذ التاريخي الحديث بجماعة القاهرة دكتور تحياتي أولا شكرا دكتور يعني كيف تقيم أنت زيارة رئيس جنوب السودان للقاهرة في هذا التوقيت والمباحثات حول العديد من الملفات كالصحة والزراع والتعليم والري في هذا التوقيت نحن نقول أن وصول الرئيس جنوب السودان سيد ذاكير لمصر واستخبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم وعد علامة بارزة على خطة تضعيم العلاقات بين مصر وجنوب السودان هذه نقطة النقطة سميعا هذه الزيارة سأتي في عقاب زيارة رئيس السوداني عمر ذاشير لمصر منذ أكثر من شهر هي زيارة لها دلالتها السياسية والتاريخية أيضا لا شك ما استقبال الرئيس السيسي لسل باكير رئيس جنوب السودان تأكد على عودة الدور المحوري لمصر في القارة الإفريقية والسعادة قيادتها التي في حقيقة الأمر قد فقدت في العقدين الأخيرين وقد استعرض رئيس السيسي مع سل باكير سبل تضعيم العلاقات مع جنوب السودان ولا شك أن موضوع مياه ميلا سوف يأتي أيضا على رأس موضعات الدراسة كانت تترونت البحثات أيضا سبل تضعيم العلاقات بين شمال وجنوب السودان ووسائل دعم جنوب السودان من جانب مصر التي تبتلك الكبرات الفنية التي تحتاجها جنوب السودان أيضا لحظنا في جدر الأعمال أنه كان مزدحم ولكن السائل الجديد من الاهتمام أن مصر أخذ الطريق نحو استعادة تلك المكانة الإفريقية المفتوضة منذ أن عادت أضوياتها إلى الاتحاد الإفريقي فضيارة رئيس الباكير لمصر تأتي في إطارة الجهود الدوليماسية المصرية النشطة في جاه القارة الإفريقية عامة وفي جاه دول حجمين خاصة ومن هنا فأقول أن هذه الزيارة جاءت لتدعيم الاستقرار أن مصر أكدت على تدعيم الاستقرار في جنوب السودان أن مصر وقعت عدد من اتفاقيات حول الوارد المائية لجنوب السودان ولكن أجمل ما في هذا اللقاء أن العلاقات بين البلدين لا تقوم على المصالح وقدر ما تقوم على ترسيخ علاقات وقيدة والتأكيد على تكسيف تقلع العلاقات في جميع المجالات العلمية والتعليمية وغيرها ومن هنا فأنا رئيس السيسي وسيل بكير تعلقانا أمال كبيرة حول وجهوز مصالحة بين شمال وجنوب السودان إلى جانب درس ملف أدين الشيخ وبحث شبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين ووسائل تدعيمها وشبل دعم جنوب السودان فيما تحتاج إليهم محبرات فنية وتعاملية وهذه الزيارة سات في عقام زيارة صادقة قام بها السيد سامح شكري وزير الخارجية لجنوب السودان مما يؤكد على التشاول الدائم بين الدولتين في جميع المجالات وقد أكثر السيد سامح شكري أيضا أنه في القريب العاجل سيقوم بزيارة إلى جوبا على عاصمة الجنوب السودان مما يؤكد المقام الأول على أن مصر بدأت تستعيد مكانتها وريادتها بالقارة الإسريقية دكتور أعود مع حضرتك إلى نقطة استعادة الدور المحوري لمصر تحديدا في الدول الإفريقية في تقديرك أنت يعني مستقبل العلاقات المصرية الجنوب إفريقية فيما تعلق بالملفات الحساسة كمياه النيل والري وبقية الملفات في ظل امتلاك مصر للخبرة الفنية التي يمكن أن تقدمها في العديد من المجالات لجنوب السودان كالصحة والتعليم وغيرها من المجالات مما لا شك فيه أن إفريقيا كانت في أمسل حاجة إلى عودة مصر إلى القارة الإفريقية لما تملكه مصر من تاريخ وحضارة ولما تملكه من كبرات الفنية وغيرها من الأشياء كالنواحي التعليمية والصحية وغيرها فلذلك أقول أن العلاقات بين مصر والجنوب إفريقيا لا تختلف كثيرا حول علاقات مصر لدول حوض النيل بل لا أبالج أن قلت أنها نفس العلاقات مع كل دول القارة الإفريقية وكما قلت أن أفريقيا كانت في أمسل حاجة إلى مصر ومصر أيضا بتعتبر القارة الإفريقية هي بوابتها للوصول إلى العالم وبالتالي فأن جنوب السودان ومن قبلها شمال السودان الذين يلتقوا على أرض الكنانة هذا يندل على شيء نمس يدل على أن مصر تقوم بدور المصالحة الكبرى بين شمال وجنوب السودان تدعيم الاستقرار في النطقتين وتفتح البال على مصرعي للخبرات الفنية المصرية للوصول إلى شمال وجنوب السودان من أجل تدعيم الاستقرار ومن أجل أيضا أن يتم توقيع عدم الاتفاقيات الخاصة بالموارد المائية وأنا أعتقد أن موضوع صد النهضة كان على رأس الموضوعات التي تم بحثها بين رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الباكير لأننا الحقيقة هنا أشيد على موقف جنوب السودان الذي حتى الآن يأتي في إطار السياسة الخارجية المصرية ويغضب أصالح العالم المصري شكرا جدا الأستاذ الدكتور ماهر شعبان أستاذ التاريخ الحديث بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة شكرا جزيلا النهاردة وفد من مجلس الأعمال المصري السعودي زار موقع حفر قناة السويس بالقنطرة شرق وده للوقوف طبعا على الأعمال الجارية بالمشروع رافق الوفد خلال هذه الجولة الواق أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية القوات المسلحة المشرف العامة لمشروع حفر قناة السويس الجديدة خلال الجولة الواق كامل الوزير شرح أو قدم شرح تفصيلي عن مشروع قناة السويس الجديدة وكمان فرص لاستثمار بالمنطقة وده عقب الانتهاء من أعمال الحفر وفتتاح المشروع أغسطس القادم السفير السعودي أعرب على هامش السديارة عن خالص الشكر والتقدير لرئيس السيسي على الاهتمام اللي بيوليه للاستثمارات السعودية في مصر وكمان أنه بيوجه بتشكيل لجنة لتسوية المشكلات اللي ممكن تكون بتعوق بعض هذه الاستثمارات أو المشروعات نوه كمان إلى اعتزام عدد كبير من المستثمرين السعوديين أن هما يقيموا شراكة مع مصر للإستثمار في مشروع تنمية قناة السويس وده باستثمارات بتقارب ملياري جنيه رئيس الوفد السعودي قال أنه أعداد المستثمرين السعوديين في مصر بيزداد أو في زيادة مستمرة وأنه في ما يقرب من 3200 شركة سعودية بتعمل في مصر بإجمالي استثمارات بيتجاوز 22 مليار دولار وأعرب عن أمله في تكثيف زيارات الوزراء المصريين للمملكة وده للقاء الشركات العملاقة أو الممثلين عن الشركات العملاقة وكمان زيادة حجم الأعمال والاستثمارات ما بين مصر والمملكة العربية السعودية طيب نتقل مع حضراتكم إلى شأن آخر حيث أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد محمد سمير عن مقتل 7 من العناصر الإرهابية خلال عمليات مدهمة للقوات الجيش لهذه العناصر يومية الخميس والجمعة بالإضافة إلى ضبط 67 من العناصر الإرهابية والإجرامية في محافظة شمال سيناء وأفاد المتحدث اليوم أنه قتل يوم الخميس الماضي اثنان من العناصر الإرهابية الخطرة داخل سيارة تم تدميرها نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات المسلحة أثناء محاولتهم استهداف عناصر القوات المسلحة في شمال سيناء وهما آي العنصرين الذين تم قتلهم سمير إبراهيم مطلق وأحمد سليمان حمد طيب استكمالا الخبر ده النهاردة القوات المسلحة كمان أعلنت عن تدمير 7 فتحات خاصة بالأنفاق وده على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وأعلنت كمان القبض على 4 من العناصر الإجرامية وده أثناء مراقبة تحرقات عناصر القوات المسلحة والشرطة وحيازة أو اكتشفوا أنه في حيازة لكمية من البضائع المهربة عبر الأنفاق تم ضبط كمان 3 سيارات و4 درجات نارية كانت محملة بأكثر من 2250 أروسة سجائر وكميات من المستلزمات الكهربائية وكمان أنبيب غاز وملابس المهربة يعني كان فيها عمليات تهريب واضح أنها بتحدث على سلع مختلفة في المنطقة الغربية العسكرية عناصر حرس الحدود بتعاون مع القوات الجوية استطاعت أن هي تكتشف وتدمر أربع سيارات بمنطقة بحر الرمال الأعظم وده أثناء محاولته بالتسلل داخل الأراضي المصرية جنوب واحد سيوة وضبطوا كمان سيارة دفع رباعي كانت محملة ب155 بندقية خرطوش وأكتر من مليون ومتين ألف عقار من عقارات أو من أقراص الترامدول المخدرة وتلات تلاف قاروسة من السجائر المسرطنة على الحدود المصرية الليبية طيب نروح مع حضراتكم مشاهدين الجرام لوزارة الداخلية وتصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية التي أكد فيها أن قدرة الجهاز الأمني ومحددات نجاح الأداء بيقاص بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضر بأن المجتمع وأمان مواطني مشددا على أن الهدف الأساسي للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها وأحباط أي سلوك إجرامي بيهدد الأمن والمجتمع موضحا أن هذا هو الهدف الذي تسعى له الأجهزة الأمنية لتحقيق لتجنب المجتمع شرور الإرهاب جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لوزير صباح اليوم مع مدير إدارات البحث الجنائي ومفتيش القطاعات الأمن الوطني والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمدريات الأمن والقيادات الأمنية المعنية النهاردة بحكمة جنايات القاهرة في جلستها التي هي منعقدة في معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي أجلت محاكمة 17 من قيادات وعضاء تنظيم الإخوان وده في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريد عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد في المؤطم وده وقت أحداث صورة 30 يونيو أجرت الجلسة إلى جلسة الخميس القادم قررت تأجيل جه لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين السبعة عشر معانا هاتفيا الأستاذ عمر حسنين مساعد رئيس تحرير جريدة المصر اليوم مساء الخير يا أستاذ عمر مساء الخير يا فن أستاذ عمر أهلا مساء الخير أهلا بك معلش أنا اللي ما كنت استمعك طيب أستاذ عمر متابعتك لجلسة النهاردة وما هو المنتظر من دفاع المتهمين بعد قرار تأجيل تأجيل الجلسة ليوم الخميس القادم هو هذه الجلسة هي إحدى الجلسات المخصصة لدفاع المتهمين هذه القضية التي راح بحياتها تسعة قتلة وأصيبة ترابط واحدة ستعين آخرين الدفاع اليوم نفى تماما الاتهامات الموجهة إلى محمد بديع وخيرة الشاطر وباقي سيادات جماعة الأخوان المسلمين وهي التحريض على القتل ومد المتهمين بالأسلحة وارتكاب أعمال العنف خلال ثورة 30 يونيو المتهمين النهاردة خلال محكمة كما هي العادة بعضهم أشار بعلامة ربعة قبل بدء الجلسة وبعضهم أدار ظهره إلى هيئة المحكمة إثناء نظر القضية دفع محمد المتهمين بأن الاتهامات الموجهة إليهم ملفقة وقدم دفوع عديدة من شأنها إبراء ساحة المتهمين ولكن هذا هو شأن الدفاع عن المتهمين في كل القضايا لأن كما سبق وقلت أن الجلسة مخصصة لدفاع المتهمين وانتهت المحكمة بالتأجيل هما 17 متهم كانوا حضرين جلسة النهاردة نعم المتهمين مخبوض عليهم طبعا هو النهاردة طبعا زي أحدكم أعرف كان هناك أكثر من قضية أمام ساحة المحكم لكن كان منها هي قضية محكمة أحمد دومة وضع المتهمين في محكمة مجلس الوزراء هذه القضية التي تحولت لأنزاع قضائي آخر بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة إذ قدمت هيئة الدفاع اليوم مذكرة بانسحابها من المرافعة في هذه القضية واعتبر رئيس المحكمة أن ما ورد من عبارات هذه المذكرة يعد أهانة للمحكمة فحالها إلى السيد المستشار النائب العام للتحقيق فيها ودخلت نخابة الصحفيين طرفا على الخط في صالح المحامين آسف في صالح الدفاع حيث أصدرت بيانا أعلنت فيه انسحاب جميع المحامين من كل القضايا التي ينظرها رئيس المحكمة في هذه القضية دي قضية أحمد دوم نشكرك شكرا جزيلا لأستاذ عمر حسنين مساعد رئيس تحرير جالية المصر اليوم طيب دي كانت الدولة دا كان استعراض مع حضراتكم لمجموعة من الأخبار بعد الفاصل بنتواصل في أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة ابقوا معنا مشاهدة